بالمناسبة في مباراة قيمة اليوم في الدوري الممتاز اخر جولة فيوتشر ومصر المقاصة اخر مباراة للفريقين مصر المقاصة اللي هبط رسمية باداء صعب جدا بزروف صعبة جدا فيوتشر النهاردة قدر يكسب بهدف دونرادة هدف ليه مرمان محسن في ديئة 44 ده هدف المباراة الوحيد اللي فيوتشر بيه كده ضمن جزء كبير انه ياخد المركز الرابع بس طلاع الجيش لو كسب بكرة الاسماعيلي طلاع الجيش هو اللي هينهي الدوري في المركز الرابع المواجهات المباشرة بين طلاع الجيش وفيوتشر في صالح طلاع الجيش يعني لو طلاع الجيش كسب بكرة هيوزيح فيوتشر من المركز الرابع ويضعه في المركز الخامس وياخد مكانه في المركز الرابع في المربع الزهب الجدول الدوري بكرة طلاع الجيش يتعادل او قسم من الاسماعيلي فيوتشر مبروك عليه المربع الزهب والمركز الرابع وإن كان فيوتشر كده كده استفاد بالمركز الرابع بنهاية الدوري الأول لما صعد رسميا إلى الكونفدرالي الأفريقية الأول مرة في تاريخه في أول موسم ليه في الدوري إنجاز عظيم على فكرة فيوتشر الشيء بالشيء يذكر يعني من المنظومة نجحة يعني إيه منظومة نجحة منظومة كروية نجحة هتقولي إزاي هقولك نادي مش جماهيري طلع الدوري ومع بطجت مع ميزانية يقدر يجيب بيها لعيبة اشترى اللعيبة اللي تفيدوا اللعيبة الخبرات واللعيبة الصغيرة في السن اللعيبة اللي ممكن ما كانش حد شايفها كويس زي بوب وأحمد عاطف واللعيبة الخبرة مثلا زي سعد سمير ومروان محسن وجاب برضو اللعيبة اللي عاملة مواسم هيلة في الدوري السنين اللي فاتت زي مثلا أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد وجاب لعيبة كانت راجعة من الإصابة وكان ناس فاكرة أنها مش ترجع تاني زي مثلا مثلا كريم ندفد يعني كريم ندفد دلوقتي كلام أنه الأهل يا حبيب أنه يرجع وأنه الأهل عايزه كريم ندفد كان مبطل كورة بقاله سنتين لدرجة أنه الناس قالت أنه كريم ندفد مش يلعب كورة تاني يرجع كريم ندفد بهذا المستوى بهذا الأداء المميز ويبقى واحد من النجوم الدوري الممتاز فهذا الشيء يحسب لنادي فيوتشر ويحسب للعب اللي قدر بعزيمة يرجع تاني لمستوى دلوقتي فيوتشر لما بتيتكلم على سوق الانتقالات أكتر لعيبة مطلوبة في سوق الانتقالات مطلوبين من فيوتشر عدة بقى أحمد رفعت وإحمد عاطف وبوبو وكريم ندفد ده اللي هتذكره وأنا بتكلم مع حضراتكم يعني وأسماء كثيرة وعمر كمال عبد الواحد أسماء كثيرة في وجوناس أنا على الشمال كل دول مطلوبين طب مطلوبين ليه؟ عشان فيوتشر عمل كورة حلوة عمل كورة محترمة عشان كيه دايما بتحدث عن فيوتشر كمنظومة أنه هم ما قالوش احنا معنا بطجل فتعالى خش هات أي لعيبة وخلاص لا هم عملوا منظومة زكية قدروا من أول موسم يبقوا في الكنفدرالي الأفريقية قدروا من أول موسم أنه ينفسوا على المربع الزهبي فده شيء وده كصة نجاح في موسم من الحاجات الإيجابية زي بقيت لكم النهاردة هنتكلم عن الإيجابيات مش هنتكلم عن السلبيات في فيوتشر من أبرز الإيجابيات هذا الموسم